بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم إخوان الطلاب في المحاضرة الثانية من الوحدة السادسة التي تتناول موضوع التكليف ونبدأ الحديث فيها عن تكليف الصبي فنقول إن الصبي إما أن يكون مميزا أو غير مميز فالصبي غير المميز هو من دون سبع سنوات والصبي المميز هو الذي بلغ سبع سنوات أما الصبي غير المميز وهو من دون سبع سنوات فإنه غير مكلف لأنه لا يفهم الخطاب الوارد من الشارع ولا يدرك معناه ولا يعرف مقتضاه ولأن الصبي تنعدم النية ولا يصح القصد منه وأما الصبي المميز وهو الذي بلغ سبع سنوات فإنه غير مكلف أيضا لأن التمييز يصعب ضبطه فإن الفهم يتزايد تزايدا تدريجيا مثل تزايد نور الصباح وضع الشارع ضابطا يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله وهو البلوغ وأما وجوب الزكاة في مال الصبي وكذلك وجوب الغرامات المالية عليه فهذا من قبيل خطاب الوضع أي ربط الأحكام بالأسباب وجدير بالذكر أن ما سبق تقريره من أن الصبي ليس مكلفا مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز هو مذهب الجمهور في المسألة وأظهر القولين عن أحمد رحمه الله وهو الراجح وقد ورد عن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز وذهب مالك وأصحابه إلى تكليف الصبي بالمندوب والمكروه فقط دون الواجب والحرام أما المجنون فإنه غير مكلف أيضا لعدم العقل ولعدم المصحح للامتثال وهو قصد الطاعة والمجنون كما هو معلوم هو الشخص الذي فقد عقله بعارض قهري هو الجنون ومثله كذلك المعتوه والمعتوه هو الذي اختلط كلامه بسبب خلل في العقل وهو غير مكلف قياسا على المجنون والصبي فكما أن المجنون والصبي غير مكلفين فكذلك المعتوه ولا فرق وقد عرفت أن وجوب الزكاة على هؤلاء وضمان المتلفات وأرش الجنايات إنما هو من قبيل خطاب الوضع وهو ربط الأحكام بالأسباب تكليف الناس والساهي والغافل والنائم والمغمى عليه هؤلاء جميعا غير مكلفين وهم في حالة السهو والنسيان والغفلة والنوم والإغماء لأنهم فقدوا شرطا من شروط التكليف وهو فهم الخطاب فلو كلفوا وهم في تلك الحال لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق وهو لا يجوز وأما السكران فنقول إنه غير مكلف مطلقا لأن السكران في حالة سكره لا يفهم الخطاب فكيف يتوجه إليه خطاب لا يفهم المراد منه فلو طلب منه امتثال ما يقتضيه الخطاب حال سكره لكان تكليفا بما لا يطاق وهو لا يجوز إذا اعترض على هذا بأن القرآن دل على تكليف السكران حيث توجه الخطاب إليه في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا فالجواب عن ذلك من وجهين الوجه الأول أن المراد بالنهي النهي عن شرب الخمر في أول الإسلام قبل تحريمها قرب أوقات الصلوات بحيث يغلب على الظن دخول وقتها وهو سكران ودليل هذا الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح ولا يشربونها في غير هذين الوقتين الوجه الثاني أن المراد بالنهي خطاب من وجد مبادئ الطرب والسكر قبل زوال عقله فإنه إن ابتدأ الصلاة في ذلك الوقت قد يتمكن منه السكر في أدائها وصلنا الآن إلى تكليف المكره والإكراه هو حمل الشخص غيره على ما لا يرضاه من قول أو فعل ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه والمكره على قسمين إما أن يكون ملجأا أو غير ملجأ فالمكره الملجأ هو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه ولا تتعلق به قدرته كمن ألقي من شاهق على مسلم فقتله وهذا غير مكلف اتفاقا لأنه مسلوب القدرة غير مختار مثله مثل الآلة أما المكره غير الملجأ فهو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه لكن تتعلق به قدرته واختياره وإرادته كمن قيل له اقتل أخاك المسلم وإلا قتلناك وهذا مكلف لأن شروط التكليف قد توفرت فيه فلا يوجد مانع من تكليفه والإكراه ليس سببا لإسقاط الخطاب عن المكره إذا كان إكراها غير ملجئ وهذا هو المذهب الصحيح في المسألة ويشترط لتحقق الإكراه شروط أولها قدرة المكره على تحقيق ما هدد به وثانيها عجز المكره عن دفعه بهرب أو استغاثة وثالثها ظن المكره أنه إن امتنع عما أكره عليه أو قع به المتوعد به ورابعها كون المتوعد به غير مستحق على المكره وخامسها أن يكون التهديد عاجلا غير آجل وسادسها يشترط في الإكراه على كلمة الكفر بجانب ما تقدم طمأنينة القلب بالإيمان فلو نطق معتقدا بها كفر وصلنا الآن إلى مسألة خلافية بين العلماء هي تكليف الكفار بفروع الشريعة وقبل ذكر المذاهب في المسألة نحرر محل النزاع فيها ببيان نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف فنقول اتفق العلماء على أن الكفار مكلفون بأصول الدين كالإيمان بالله تعالى وتوحيده وأنهم مكلفون أيضا بالعقوبات كالقصاص والحدود وبالمعاملات كالبيع والإجارة وغيرهما ثم اختلفوا بعد ذلك في تكليفهم بالفروع التي تتوقف على الإيمان كالصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك وحاصل خلافهم ينحصر في ثلاثة مذاهب المذهب الأول أنهم مكلفون بها مطلقا وهذا مذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين وأيضا بعض الحنفية المذهب الثاني أنهم ليسوا مكلفين بها مطلقا وهذا هو المشهور عند الحنفية المذهب الثالث أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر وهذا قول بعض العلماء ورواية عن أحمد رحمه الله استدل الجمهور أصحاب المذهب الأول بقول الله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمْ وبقوله سبحانه وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وبقوله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ووجه الدلالة من هذا الخطاب أن الله تعالى وجه الخطاب عاما في هذه الآيات فيتناول الكفار كما يتناول غيرهم كما استدل الجمهور أيضا بأنه قد وردت آيات في القرآن الكريم تتوعد الكفار على ترك الأوامر ومخالفة النواهي فمن ذلك قول الله تعالى وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ومنه أيضا قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وغير ذلك من الآيات كقوله تعالى حكاية عن الكفار يوم القيامة ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وأما أصحاب المذهب الثاني فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما رؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا بأن يدعوهم إلى التوحيد أولا ولم يأمره بأن يدعوهم إلى الصلاة والزكاة إلا بعد إيمانهم وإجابتهم إلى التوحيد أجاب الجمهور عن هذا الدليل بأن لا نسلم دلالة الحديث على ما ذكرتم وإلا كان الحديث دالا أيضا على أن الشخص لا يؤمر بالزكاة إلا إذا أجاب إلى الصلاة ويكون هناك ترتيب في الدعوة بين الصلاة والزكاة وهذا لم يقل به أحد والغرض من الحديث إنما هو التسهيل في الدعوة ومراعاة أنجح الطرق فيها ثم إن الحديث لا يدل على ما ذكرتم إلا بطريق المفهوم وقد عارض هذا المفهوم منطوق الآيات التي أوردناها ومعلوم أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق من غير خلاف أما أصحاب المذهب الثالث فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأن المقصود من الأوامر الشرعية هو التقرب إلى الله تعالى وهو لا يصح من الكافر قبل الإيمان والتصديق بخلاف النواهي فإن مقصودها إعدام المفسدة المترتبة عليها كمفسدة القتل والزنا والظلم والبغي وترك هذه المفسدة لا يتوقف على تصديق وإيمان أجاب الجمهور عن هذا الدليل أيضا بأن لا نمنع ما ذكرتم من أن حصول المقصود من الأوامر وهو التقرب إلى الله تعالى لا يحصل قبل الإيمان ومع ذلك نقول إن الكفار مكلفون بالأوامر بشرط الإيمان للأدلة التي دلت على ذلك ومثل هذا أن الجنوب مكلف بالصلاة إذا دخل وقتها بشرط الاغتسال من الجنابة ويتضح لنا من خلال هذا العرض أن الراجح في المسألة هو المذهب الأول لقوة دليله وسلامتها والله أعلم ترجمة نانسي قنقر